اشتركوا في القناة وبمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام ويحتفى به هذا العام تحت عنوان المرأة البحرينية في مجال العمل الدبلوماسي أشهدت رئيسة مجلس النواب بالجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة في ترجمة التوجيهات الملكية السامية وتوظيف الخطط والبرامج والمبادرات الوطنية التي تعنى بالمرأة ضمن استراتيجيات وبرامج الحكومة ونوهت معاليها للدعم الكبير والمساندة المستمرة من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لكافة الجهود والمبادرات والرؤى الوطنية التي تعنى بالمرأة حيث أسست سموها قاعدة متينة وطريقا رحبا لنقل المرأة من مرحلة التمكين والنهوض إلى مرحلة التقدم عبر تفعيل إمكانياتها وتعزيز دورها في بناء دولة المؤسسات والقانون ترجمة نانسي قنقر